اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد علي افضل الصلاة والسلام فيديو جديد معنا النهاردة وان شاء الله هاخزن جزر وكمان هعمل مخلل معايا هنا بوركو الجزر ده الجزر بعد ما اخسلته بالشكل ده وكمان معايا خيار وفلفل وشوية شطة هنا بقطع الجزر كده بالقطع بتاعة الخضار يعني بالشكل ده ده اللي انا هملحه قطعي التقطع اللي انت حابة حابة تقطعي رفية عاطخين زي ما انت حابة ممكن تعمليه بسكينة عادية عادي اهو بالشكل ده كده هقطعي الكمية كلها وبعدين ارجع لكم ده هنا قطعت الكمية اللي انا هملحه كمان معايا كم خياره كده هملحه معايا ده مخلل سريع اللي هو ببقى سريع يا جماعة لو انت حابة بقى تملح لرمضان فبتعمل الجزر سليم وبعد كده بتقطعيه وتحطيله يعني هتحطيه سليم ومش هتعملله غير مية وملح بس وبعد كده ممكن بقى تقطعيه بعد رمضان يقرب يعني قبلها بتلات اربعة ايام ولا حاجة هتطلعي تقطعيه برضو وتحط عليه بقى الحاجات اللي انت عايزت ضي فيها الخيار والشطة والحاجات دي اللي انت حابة تحطيها ورق كروم بقارنبيت زي ما انت حابة تعمليه عمليه بيبقى المخلل ده جميل جدا في رمضان يا جماعة بس انا عاملة ده سريع كده يعني عملته ناكل منه على طول يعني هنا هقطع الفلفل بالشكل ده كمان وكمان هملح معاكو هنقطعه الشكل ده كده الشطة حرة فمش هفتحها هسيبها كده في قلب العشان ما تخليش المخلل كله حر قوي فهسيبها هي الوحيدة هكده مقفولة اهو بالشكل ده كده ده اللي انا هملحه بالشكل ده كده وهوريكو كمان هملحه ازاي يعني هحط عليه ايه وما وملح هنا بقى هبشر جزر هبشر جزر كده اهو بشرط الجزر هاخد منه شوية بس احطهم على المخلل اقول لكم ان انا هاخد كبشة صغيرة كده هحطها على المخلل والباقي هعبيه في كياس واعينه في الفريزر برضو اه بينفع يعني الحاجات كتير ده بقى هقطعه كده وحلقات واعينه برضو في الفريزر الجزر اليومين ده الجميل يا جماعة بيبقى حلو ورخيص ومسكر وده عملته كده قطعت مقعبات ده برضو هعبيه في كياس وحطه مثلا جبت بسلة هتعملين شربة خضار اه والمدور ده تتحطيه بقى في ممكن مع البطاطس مع صنية خضار اه بتحطيه مع الشربة فاي حاجة بينفع اهو بالشكل ده كده هنسميه بقى مهرجان الجزر اهو جبت بقى البرطمان اللي انا هملح فيه هعبي فيه بالشكل ده كده الكمية اللي انت حابة تعمليها براحتك بقى هاخد كده هنوع من كل حاجة يعني وحطها في البرطمان الحاجات دي يا جماعة بجد يعني بتبقى جميلة جدا في البيت لان طبعا المخلل برا ما بنبقاش عارفين معمول ازاي طبعا عارفين بتحط الله اعلم بتحط عليه ايه وكمان بيبقى غالي مش ما بيبقاش كويس فالحاجة في البيت احسن ودول كلهم يعني يمكن بعشرة جنيه جزر لاني ما عملتوش كله وكان جايب بعشرين وانا قسمت وخدت منه دول وسبت البقى عندي والله برا في التلاجة بس بعين ده وبس تعمل التاني لحد ما يخلص وارجع طلع من الفريزر براحتي دي معلقة سكر كده يا جماعة حطيتها بعد ما خلصت كده الكمية هحط معلقة دقة اللي هي زي الهريسة كده بس ده طوم وفلفل اغدر تمام وهحط كمان حوالي ربع كوباية ملح الكوباية دي صغيرة يا جماعة مش كبيرة يعني حوالي تلات معلق ملح بالشكل ده وهحط كمان حبة خلية دوب معلقتين خل بالزبط حطيتهم عليه وهنقفلوا بقى انا غالية مية وسايبها تبرد ساعة ما تبرد هحط كمان فيها شوية ملح وام حطها عليهم وهوريها لكم برضو في الاخر بعد محطيت المية هسيبوا بقى لحد ما المية تبرد وبعد كده يعني ايه المية لازم تكون عشان تبقى مش ملحنة فيه على طول فنغليها تبقى معقمة تبقى حلوة يعني وكمان معقمين البرتمان ممكن تعقمي بخل او ممكن تخسليه بمية صخمة هنا بوريكوا بقى ان انا خلصت كله هعبي في كياس وعينه في الفريزر بالشكل ده كده بينفع يا جماعة جب جد في في الفريزر بيبقى جميل هنا اللفت انا كنت مقطعه بالشكل ده كده اهو طبعا غسلته حلو لان اللفت ببقى فيكم كتير فغسلته حلو وبعد كده قطعته وبوريه لكم اللي ببقى عليه بنفسي جدوتي ما بحطش عليه بنجر هو بيعمل لون لوحده لونه والله جميل جدا لان انا عامل الفيديو ده بقى له فترة وبناكل منه جميل جدا دلوقتي حطيت عليه هنا ربع كمان كوبية ملح كده وكت طبعا مصفيام المية اللفت اما بنحط عليه ملح ونسوبه شوية بيتبل انت هتحطي فيه تمام فانا هسيبه حوالي ساعتين كده يدبل شوية وبعد كده هرجع لكم ده شايفين الطبق كان مليان بعد ما رجعنا لك اهو آآ بقى نصه بيتبل آآ جدا هو نزل مية كتير كمان اهي المية دي يعني ارموها افضل يعني ما بتبقاش حالو فانا هاخد بقى عب ال آآ هوريكوها ملحو ازاي دلوقتي كده هصف المية اللي عليه وارجع لكم دي انا جبت جردل ابيض كده بالشكل ده طبعا غسله مع بقى ما بحب اعمل آآ املح في الجرادل اهو بالشكل ده كده عبيه في الجردل عشان ياخده لان البرتمانات بتبقى صغيرة عندي شوية فانا بعمله في جردل اهو بالشكل ده كده عبيه فيه بدل ما عبيه في برتمان او اتنين فبقى امحطه في الجردل كده مرة واحدة وغطيه بيبقى حلو بيوضل معي زي ما هو وبيقرمش وجميل والله ما بحطش عليه مية جماعة ما بحطش عليه بانجر ولا بحط عليه حاجة انا بخليه اللي هو لفت بيبقى لونه جميل ده اللي هو اللون بتاعه بيبقى منه فيه هنا غالية مية طبعا وسبتها لما بردت برضو اهي هحط فيها الملح هنا حطت معلقة سكر عليه بالشكل ده معلقة السكر دي بتديله انا ماشا يا جماعة ما بيبقاش طري بيفضل يعني حلو وافضل وقت تعمله في الليفت هو في الشهر ده لانه طبعا اه بيكبر وبيبقى من قلبه فاضي وما بيبقاش حلو فاليومين دول بيبقى طري وحلو اللي حابة تملح تملح اليومين دول هنا هعصر لمونة اهي بالشكل ده كده ما بتغيرش طعمه وبيفضل طعمه زي ما هو لمونة واحدة يعني او لمونتين يعني مش كتير لمونتين زغيرين مش كبار اهم بالشكل ده كده هنا معي الملح حوالي نصف كبات ملح بالشكل ده طبعا انت يدو الملح بتاعك اللي انت حبا حبا ملح قوي قوي يعني بس ما تخلهوش آآ ملح قليل عشان ما يمرش منك ويبقى وحش حين عملته وحط عليه الماء بالشكل ده كده اعايز اقولك ان اللونه بيفضل زي ما هو بيبقى لونه زي اللي جاي من برا بالزبط طبعا ما بيحطوش عليه البنجر ولا حاجة او بيجي لونه طبيعي فبيبقى شكله بالزبط زي اللي جاي من برا وتعمه طبعا اجمل بكتير بيبقى حاجة في البيت نظيفة وعارفين احنا عاملينها ازاي هنا خلصته بالشكل ده كده اهو تحط عليه الماء وتغطيه خالص عشان آآ ما يبص يعني وهنا واريكوا الماء بعد ما حطتها على المخالة اللي هو المشكل الجزر والفلفل والخيار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة